موسيقى أسعد الله و أوقاتكم بكل الخير عزيزي المشاهدين أهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من بانوراما الساعة في البانوراما لهذا اليوم عدة محاور سنتطرق إليها أهمها الوضع السياسي بطبيعة الحال للسلطة الوطنية الفلسطينية في ظل استمرار الهبة الشعبية ومواصلة الجيش الإسرائيلي للانتهاك والقتل الميداني كذلك دوليا أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية أين هل باتت منشغلة بسباق الانتخابات الأمريكية أكثر من شغالها بقضايا العالم العميقة لاتحاد الأوروبي هل كان بالفعل هو البديل لغياب الولايات المتحدة هذا البديل المؤقت أمنه لم يستطع مل هذا الفراغ الأمريكي إنجاز التعبير المبادرة الفرنسية تحاول على الدوام أن تكون حاضرة في ظل تبدد الإرهاب أيضا الذي يطال بعض الدول الأوروبية والمرتبط لأكثر من مرة حسب كل التصريحات بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي سنحاول أن نتطراق لهذه العالمين وغيرها من خلال النقاش مع ضيفي الدكتور هاني أبو زيد الكاتب والمحلل السياسي أهلا بك أهلا بك دعنا نبدأ من الوضع السياسي دكتور هاني كيف نقيم بعد كل هذه الفترة الزمنية من الانتفاضة المتواصلة ميدانية بسم الله الرحمن الرحيم حقيقة الوضع السياسي القائم في فلسطين يحتاج إلى دراسات عدة وإلى تحليل دقيق حتى نستطيع الخروج بنتائج إيجابية بقدر حجم هذه الانتفاضة والهبة الجماهرية الحاصلة على الأرض والعنف الإسرائيلي والإرهاب الإسرائيلي بحق أبنائنا وبناتنا وشعبنا في الضفة الغربية لذلك من الجدير بمكان أن نقيم حالنا وضعنا السياسي وخاصة في ظل الانقسام الانقسام لعب دور مهم في عملية ضعف هذه القوى وهذه الطيارات الفلسطينية التي حاولت على مدار خمس عقود أن تكون هناك قاسم مشترك بين هذه التنظيمات ولم تختلف على الإطلاق ويصل الخلاف إلى مرحلة العنف كان هناك رؤى مختلفة للوصول إلى ما نحن نطرح على المستوى أو بمعنى آخر استراتيجي محدود للوصول إلى الرابع من حزيران بعد أن دخلنا مرحلة السلام خلال 20 عام لكن اليوم بعد 20 عام والحكومات الإسرائيلية المتعاقبة ما زالت ترفض أي استحقاق فلسطيني لذلك لابد من جديد أن تعاد القضية إلى الأم منظمة التحرير الفلسطينية بما فيها والدخول فيها حماس والجهاد الإسلامي حتى يكون هناك خطاب مشترك بمعنى آخر أن تكون هناك وحدة وطنية حقيقية بقدر بحجم التضحيات والدماء التي تسيل وسالت سابقا وستسيل مستقبلا على الأرض الفلسطينية لذلك يفترض أن يكون هناك الآن وليس غدا وحدة فلسطينية حتى يكون هناك وضع خطة استراتيجية لم يصل مستوى الدم الفلسطيني وكل هذه التضحيات التي تتحدث عنها إلى ضرورة إلزام كل الأطراف بأن نتوجه بالفعل إلى الوحدة الوطنية للأسف الشديد أطفالنا وأبناؤنا وشبيبتنا سبقت قيادتها على كل المستويات وأدركت أن الحل لا يمكن ما يأخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة وإذا رجعنا إلى التاريخ فإسرائيل ونتنياهو بالتحديدا يقول الإرهاب الفلسطيني عن أي إرهاب يتكلم وإسرائيل والصهيونية قائمة بالأساس على الإرهاب أول من بدأ على مدار التاريخ حتى من 2000-3000 سنة أول من بدأ باستخدام السكين والسيوف والقتل والتخريب هو الشعب اليهودي لذلك اليوم يطلب نتنياهو أن تكون دولة يهودية خالصة على أرض فلسطين هذه الدولة التي استحق لها أن تكون عام 1907 عندما أعلنت الدول الأوروبية لليوم نشوفها قمة في الديمقراطية أن يكون هناك جسم غريب فتطوعت إسرائيل وقدمت نفسها على اعتبار أنها في 1897 وعقدت المؤتمر الصهيون الأول في بال لذلك قالت نحن سنكفل لكم تقسيم الشرق العربي عن الغرب العربي وكانت إسرائيل بشرط أن يكون هناك إمداد هذه الحقائق نحن شعب لا نقرأ بقصد الشعب العربي لذلك من المهم بمكان أن نعود بالتاريخ إلى الوراء ونفهم أصل الصراع أصل الصراع أن إسرائيل قائمة شكل استيطاني استعماري برؤى واتفاقات معلنة وسرية مع أوروبا القديمة وبعد ذلك تبعتها أمريكا لتدعم هذا الكيان المسخ الموجود على أرض الفلسطين نتحدث عن قرنين من الزمان إذا عدت بالتاريخ إلى المؤتمر الصهيون الأول تطور المجتمعات منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم المجتمع الأوروبي ليس كالعام 1897 أكيد بالتأكيد هناك الرأي العام الأوروبي بدأ يدرك أن هذا الكيان مرفوض على مستوى العالم وبدأت الصورة والكلمة والإرهاب المستخدم ضد الشعب الفلسطيني بدأ يحرك الشارع الأوروبي لكن الأوروبا محكومة بسياسات سياسات مرسومة سياسة المؤسسة سياسة الدولة لذلك لا يستطيع كل الأوروبي رغم أن المعركة السياسية الفلسطينية استطاعت أن تخترق هذا الجدار في الحكومات الأوروبية وحققت انتصارات كبيرة جدا على المستوى السياسي في موضوع إحقاق حقوق الشعب الفلسطيني وأيضا يناصرها أحزاب السلام في الشارع الأوروبي وكل عشاق الحرية والسلام في أوروبا لكن إلى أي مدى هي فاعلة دكتور؟ على الإطلاق لا تفعل شيء إنما حراك هناك حراك إذا أردت أن تغير في قضية تاريخية على المستوى الكبير يجب أن يكون هناك أفكار دافعة لذلك كل ما يطرح الآن على الساحة الفلسطينية نحن نريد السلام نحن نريد السلام نحن نريد السلام لذلك هذا أحرج الطرف الآخر أحرج حتى أوروبا الراعية لاتفاقات السلام فبهذا المنطق نحن لا يمكن أن نستمر ونستجدي طلب السلام إلى ما لا نهاية لابد من وقفة حقيقية للقيادة وعلى رأسها الرئيس أبو ماذن حتى نعود إلى منظمة التحرير وإلى المجلس الوطني وانتخاب قيادة جديدة لمنظمة التحرير حتى نحدد ماذا نريد هل خطابنا يستمر في خطاب السلام أم يستمر بحسب رؤية الشارع والشعب الفلسطيني تتحدث عن تغيير للبرنامج السياسي طبعا لا يمكن أن يستمر البرنامج السياسي لمنظمة التحرير إذا كان هناك خلاف على تنفيذه على الشارع وعلى الشعب لذلك الرأي العام الفلسطيني مهم وهذا لا يعني أننا ضد منهج رؤية السلام على الإطلاق لا حتى الرئيس أبو ماذن صرح في أكثر من مقا لا يمكن أن أستمر وأن أقبل بقبولي بالسلام وشعبي يذبح والدولة الفلسطينية التي اعترف بها من غالبية الدول العالم في الأمم المتحدة نحن دولة تحت الاحتلال لكن للأسف دكتور هذه الدولة تمزق من الداخل إذا تحدثت عن واقع الانقسام السيء عن انفصال جغرافي وانفصال سياسي ما بين شطري الوطن عن عدم رغبة حتى هذه اللحظة في إعادة هذه اللحمة أيضا عن واقع اقتصادي سيء إسرائيل تتهم شباب هذه الانتفاضة بأنهم يثرون الآن ضد هذا الوضع الاقتصادي السيء هنا بيت القصيد القضية يجب أن توضع في الميزان الوطني هل الانقسام مصلحة وطنية فلسطينية أم هل الانقسام مصلحة إسرائيلية خالصة إذا كان الانقسام مصلحة وطنية خالصة وليكن الانقسام للأبد لكن في الأساس وفي الأصل الانقسام هو مصلحة إسرائيلية بحتة من المسؤول عن هذا الميزان؟ القيادات إذا كانت القضية على ثلاث نقاط بسيطة معبررفح ومن يمسك معبررفح وتشغيل يجب أن نقبل الآخر المنطق يقول يجب أن نقبل الآخر بمعنى لا يمكن أن نقضي على الكراهية بالكراهية لا يمكن أن نقضي على الظلام بالظلام لذلك قبول الآخر والكل فيه داخل البيت الفلسطيني الواحد طاولة منظمة التحرير تحل كل الأشكاليات ومن قال أن هناك برنامج سياسي مختلف على كافة منظمات الشعب الفلسطيني بدءا من حماس انتهاءا بحزب الشعب وكل التنظيمات وكل منظمة التحرير الكل أجمع على سقف حدود الرابع من حزيرة السيد خالد مشعل أعلنها مرارا حدود الرابع من حزيران إذن على ماذا نختلف؟ إذا اختلفنا على فلسطين كل فلسطين فهذه مرحلة أولى لقيام دولة فلسطينية على الرابع من حزيران حماس قبلت بهذا الموقف إذن على ماذا نختلف؟ نختلف على البندقية الكل جاهد والكل ناضل والكل قاوم وما زال يقاوم ويناضل حتى اللحظة وحتى الثانية لذلك سهل جدا أن نعود إلى منظمة التحرير ونتفق بخطاب مشترك إما أن يكون مرحلة سلام باتفاق بكل الأطراف وإما أن يكون كفاح مسلح ومقاومة إذن القضية بسيطة وسهلة لا يعني أن من وضع على رأس القائمة رأس القائمة في أي طيار وفي أي تنظيم هو مؤلة أو منزل أو قرآن كريم يجب أن نعود إلى الشارع القضية سهلة كما تتفضل الدكتور لكن يبدو أن الصعب هو أن يجتمع الجميع حول طاولة منظمة التحرير لم نصل إلى هذه النقطة بعد صحيح لكن هناك خطوات بسيطة جدا أن تحل القضية لا تحتاج إلى عواصب كبرى حتى تلملم شمل هذه الوحدة الوطنية مكة الدوحة واحد واثنين وثلاثة والقاهرة نحن لا نستغني عن أي دولة عربية وعلى رأسها القاهرة وتحديدا مصر نحن إخوتنا وأشقائنا على تماس مباشر مع القضية في مصر وفي جمهورية مصر لذلك مهم جدا أن يكون هناك نوع نوع من التفاهمات البسيطة حتى نستطيع أن نحل المشكلة واتفاق في الشاطئ واتفاق هنا وهناك وحتى فصائل منظمة التحريق قدمت من شهور ورق التفاهمات بخمس نقاط حتى تحل قضية الأزمة مفتاح الأزمة معبر رفح ومن يدير معبر رفح مصر تعمل ضمن مواثيق وضمن مواثيق دول لذلك تعاملها لا يكون مع فتح ولا مع حماس ولا مع تنظيمات مع السلطة الوطنية الفلسطينية فببساطة شديدة أن يمسك المعبر مع الجانب المصري السلطة الفلسطينية وحرس الرئاسة وصندوق لكل الريع الداخل من معبر رفح إلى إعادة إعمار في قطاع غزة الشارع بدأ ينظر بمرارة إلى ما يدور من عشر سنوات وهو يعاني بطالة مستشريا خرجين عمال كل فئات الشعب تعاني ليس هناك فئة على الإطلاق مستفيدة من هذا الواقع دكتور برأيك إلى أي مدى ارتكاز بعض التنظيمات الفلسطينية إلى دول محورية دول لها حساباتها في المنطقة دول إقليمية أثر على استمرار حالة هذا الانقسام السياسي الفلسطيني حتى اليوم وأيضا ما الذي تغير الآن حتى نتحدث عن بعض المشاورات لإنهاء هذا الواقع شوف القضية مهمة جدا ما تفضلت به مهم جدا ولا ننكر أن هناك هذا الملعب الفلسطيني هناك ذئاب حولنا نحن في حالة كما يقال بالمثل أن الغزلان البرية تتناطح والذئاب من حولنا ولا نكترس بالأعداء الحقيقين كثير من الدول المحيطة والإقليمية تؤثر في الشارع الفلسطيني وهذا واقع لمسه في الشارع الفلسطيني ولمسه البسيط في الشارع الفلسطيني لذلك مهم جدا أن ندرك أن قرارنا الفلسطيني المستقل هو ارتكازنا الأساسي على عودة اللحمة الظرف الآن أنا برأيي الظرف الآن مهم جدا على حماس تحديدا على حماس هناك ثلاث رؤى أحلاهما مر إما أن تستمر بالانفصال وتعمل هدنة طويلة المدى مع إسرائيل وإسرائيل تلمح لإعطاء ميناء تحت البسطار الجندي الإسرائيلي في لارنكا والنقطة الثانية أن تبيض الصفحة مع الجانب المصري وتقول أن ليس لها علاقة بكل ما يقال في الإعلام المصري حول مقتل النائب العام وحول قضايا كثيرة تخص الأمن المصري والنقطة الثالثة وهي البسيطة والسهلة العودة إلى الوحدة الوطنية لذلك حماس اليوم أخذت جانب ماذا لا نعتبر هذا الخيار الثالث الأفضل ولا يكون أحلاها مر كما تفضل الآن هو يعتبر مجرد أن تعود السلطة الفلسطينية انتقاس للحقوق التي تنادي بها حماس أو تعتبرها حماس استحقاق للانتحابات أين مصلحة الشعب أمامك مثل هذه الأفكار لا أرى بالانقسام والاستمرار بالحصار أي مصلحة للشارع على الإطلاق إنما هي قضية تعتبرها استحقاق للانتخابات الأخيرة نحن متفقين أن الانتخابات تفرز حالة ديمقراطية محترمة في الشارع الفلسطيني ويشهد لها كل العالم لذلك مهم جدا أن نعود ونحاول بشكل أو بآخر أن يكون هناك وحدة ومع الوقت يمكن تشغيل الموظفين وإيجاد حلول بشكل تراكمي حول موضوع الموظفين التي قامت حماس بتشغيلهم هذه هي المعضلة معبر رفح والموظفين والقضية الأمنية هذه النقاط الثلاثة معبر رفح لو فتح معبر رفح على مدار الساعة ومصر مستعدة لفتح المعبر من اللحظة إذا كانت السلطة الفلسطينية هي القائمة وفق اتفاقات المنصوص عليها النقطة الثانية موضوع التشغيل أنا مع أن يكون هناك تشغيل ما أيضا الشباب والموظفين أبناء شعبنا ولكن على أساس قانونية وعلى اللجان كما تم الاتفاق عليه طبعا لا يمكن أن يكون هناك الكل الوطني يدرك تماما أن هذا الوطن للجميع يجب قبول الآخر وفهم أن هذه المركبة التي نسير فيها هذه السفينة يجب أن يكون لها قبطان واحد حتى ترسوا إلى بر الأمان نحن لم نصل إلى مرحلة الكمال لم نصل إلى مرحلة الدولة حتى نتصارع على إشكاليات بسيطة من يحكم الشعب هل حكم الشعب هو أكبر معيار للتحرك؟ الآن من خلال كل هذا الكلام تراجع حضور القضية الفلسطينية على الساحة السياسية الدولية لانشغل الفلسطينيين بأمورهم الداخلية الداخلية لانقسام وكل ما يتعلق بهذا الموضوع من إشكاليات حتى أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بات في المرتبة الثانية في أولويات الاهتمام الدولي لديكم انقسام اذهبوا وناقشوا هذه القضايا ثم تعالوا تتحدثوا بالسياسة هذا ما يفسر غياب الولايات المتحدة الأمريكية كراعي لعملية السلام انشغل الفلسطينيين بهذا الواقع المزري أم أن الانتخابات الأمريكية أيضا تؤثر على عدم تواجد أمريكا في هذه المنطقة الآن؟ أخذت القيادة الفلسطينية الرد الحاسم بالنسبة للقرار الأمريكي على لسان أوباما نفسه لا يكون هناك سلام وانتهاء لا الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في عهدي إذن نتكلم عن 8 شهور وسنة بعد الانتخابات إذن في هناك سنة ونصف على الأقل ليس هناك اهتمام على الإطلاق من قبل الجانب الأمريكي الراعي لعملية السلام إذن هذا أراح الأعداء أراح نتنياهو وأراح الحكومة في إسرائيل إنه ليس هناك سلام على الأقل عام ونصف إذن هم يكسبوا الوقت والأرض تقضم نعم والأرض تقضم وأبنائنا يذبحون ويقتلون ويسحلون في الشوارع أمام ومرأة العالم هذا ما نراه لكن جرائم الحرب التي لا توثق هي أكثر بكثير مما يحصل على الأرض ونحن نتصارع على من يحكم كذا ومن يكون على رأس الحكومة في قطاع غزة وإلى آخر لذلك أمريكا عام ونصف عامين وبالأصل خلال 8 سنوات لحكم أوباما ماذا فعل هذا المرتد؟ لم يفعل شيئا على الإطلاق في القضية الفلسطينية والأمر واضح حتى على صراعنا يحتاج إلى قوة والمحيط الإقليمي والعربي أيضا له تبعاته على القضية الفلسطينية أولا كما تفضلت قضية شرزمتنا وانقسامنا هو الأساس لو هناك في وحدة وطنية حقيقية بالحد الأدنى من هذه الوحدة نستطيع أن نتكلم بقوة في كل المنابر الدولية سواء بالجانب السياسي أو بالجانب العسكري لكن أن يكون هناك انقسام وانشغال سوريا داعش العراق تركيا روسيا تركيا سوريا سوريا إيران وهكذا هذا المنطق ليبيا وحتى المغرب العربي يراد له أن يقوم بمشاكل من خلال الصحراء الغربية من فلسطيني الفلسطيني ويجير لصالح تصفية حسابات ما بين دول عربية وإسلامية من خلال الفلسطينيين هذا واقع هذا واقع لا ننكر الآن عندما كانت حماس أعلنت جديد أنحلالها من تنظيم الإخوان المسلمين إنما بالقضية العقائدية والأصولية هي مع تيار الإخوان المسلمين لكن مهم جدا وهذه خطوة إيجابية أن يقولوا نحن حركة ثورية حركة وطنية فلسطينية لكن في الأساس هم ضمن حركة الإخوان المسلمين واعلنوها صراحة إذن القضية مجرد انحلالهم من حركة الإخوان المسلمين هذا أعطى مؤشر جديد على الساحة للمرحلة القادمة لأن الجانب المصري يؤكد من خلال ما ورد وما رشح من أنباء أنتم جزء أو حركة عسكرية ودراع عسكري لحركة الإخوان المسلمين لذلك يجب أن ندرك أن كل من يفعل أو يعمل على الأرض الفلسطينية يجب أن ينطلق من قواعد وطنية فلسطينية القدس اللاجئين وهو التمانية وأربعين إخوتنا قيام دولة فلسطينية بعاصمة القدس بكل مفات الثوابت الفلسطينية بالضبط لذلك هذا المنطق لا يمكن لا يمكن أن يلوح لحركة حماس كما حصل مع حزب الله بأنها حركة إرهابية على المستوى العربي إذن يجب أن تدرك أن تدرك هذه القيادات أن قوتنا بوحدتنا لذلك مهم جدا على الجانب الفلسطيني أن نتوحد وقليلا نبعد عن التدخلات الإقليمية والدولية حتى نستطيع أن نعيد البوصلة إلى القدس وإلى المقاومة الفلسطينية كل القضايا خلال سبعة عقود كل القضايا التي كانت عنيفة تنتهي سنة سنتين ثلاثة وتنتهي وتعود القضية الفلسطينية ويدرك العالم والرأي العام كل الرأي العام الدولي والعالمي أن لا استقرار في المنطقة لا في سوريا ولا في العراق ولا في منطقة الوطن العربي ولا حتى في أوروبا ولا في أوروبا أن يتحدثون عن ربط عمليات الإرهاب بإصراع الفلسطيني الإسرائيلي نعم إلا بحل القضية الفلسطينية وهذه القضية اليوم انتقل الإرهاب انتقل الإرهاب إلى داخل أوروبا وسجل عليه الاستقراء للتاريخ القادم القريب أن أوروبا ستكون معركة حرب شرسة هو ضغط ضغط على من صنعته أمريكا والغرب وهي داعش سيفجر بوجهها في عقر دارها بالاتحاد الأوروبي لذلك هذه القضية بدأت تمس الشارع تمس الشخصية المواطنة في داخل باريس ولندن وبروكسل وغدا في غيرها وغيرها كما يستقرئ المحللون أو كما يرى المحللون لذلك القريب القادم من المستقبل أوروبا ستشهد كثير مما شهدته بروكسل في السابق وهم سبب في ذلك أمريكا سبب في ذلك أمريكا اليوم تعمل على هذا الجانب تعمل على إضعاف الاتحاد الأوروبي وزعزعت استقرار الاتحاد الأوروبي ولعبت معها بريطانيا من ست شهور لا ننسى ست شهور كانت تتملمى البريطانيا قبل انفجارات باريس وبروكسل هل نبقى في الاتحاد الأوروبي أم ننسحب بالاتحاد الأوروبي وتصويت في البرلمان وإلى آخر إذن هناك سيناريو يدار لإضعاف الاتحاد الأوروبي حتى لا تستطيع دول الاتحاد الأوروبي أن تقف بوجه أمريكا هذا مطابخ السياسة في أمريكا تحمل على هذا الجانب تعاونا مع بريطانيا إذن تاريخيا عادت بريطانيا من جديد وتبعتها أمريكا وبإعاز من الصهيونية العالمية إلى مسك أوراق هل نفس الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة الأمريكية في مرحلة غيابها عن ساحة الشرق الأوسط هل كان قادرا على تغطية هذا الفراغ في الصراع العربي الإسرائيلي في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي تحديدا الدول التاريخية في الاتحاد الأوروبي بدأت تحاول الخروج من العباء الأمريكية تحاول زعزعت الاستقرار الاستقرار بمعنى إلى متى سنبقى تابعين إلى الولايات المتحدة الأمريكية لذلك هذه الأصوات كانت نذير خطر إلى صناع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية الأمريكية وإلى إسرائيل تحديدا بعد قبول قبول الشارع في أوروبا موضوع استحقاقات الشعب الفلسطيني وحقه ولو على استحياء إقامة دولة والمقاطعة مقاطعة البضائع الهائلة الآن في أوروبا لعبت دور أساسي لذلك هذه المؤشرات بدأت نذير خطر على الحركة الصهيونية وعلى صناع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية بما فيها المبادرة أو ما يسمى بالمبادرة الفرنسية الأخيرة التي طرحت قبل الانفجارات في باريس وفي بروكسل هي مجموعة تفاهمات بسيطة تتكلم عن الحد الأدنى لتفاهمات حول نهاية الصراع مع الشعب الفلسطيني والكيان الإسرائيلي رغم ذلك قبلناها رغم عيبها قبلناها إلا أن الحكومة الإسرائيلية المتطرفة والآخذة إلى اليمين واليمين المتطرف في إسرائيل رفضت هذه المبادرات وعملت على إجهادها وعملت بشكل كبير على محاربتها لذلك عادت المبادرة من جديد وتطرح من جديد لكن أنا برأيي هي مجرد كلام لا يمكن أن تحقق مجرد كلام لماذا ينتظر الموفد الفرنسي بير فومنت تقرير من اللجنة الرباعية حول هذه المبادرة مجرد ما زلت أقول مجرد كلام نحن بحاجة إلى إعادة صياغة أولاً أنفسنا كشعب فلسطيني نحن أصحاب القضية وليس هناك أحد يجب أن يتكلم باسمنا نحن مع أي مبادرة تتكلم بحقوق الشعب الفلسطيني وحدتنا المعيار الأول للقوة نقطة ثانية يجب أن يكون هناك مؤتمر دولي موثق موقع سقف زمني محدد عام عام ونصف عامين كما صرح السيد الرئيس بذلك مراراً وتكثاراً هل سيلزم مثل هذا المؤتمر إسرائيل؟ إذا كان فيه هناك توقيع ربما ربما على الأقل على الأقل يلزمها بما تم التوقيع عليه في سبتمبر 1993 على الأقل لذلك ربما تغيير تغيير الرؤى في أوروبا وما يحصل في أوروبا والعنف المتواصل والعنف واحد ما يحصل في شوارع القدس من قتل وإعدامات هو نفسه ما يحصل في العواصم العربية عفوا العواصم الأوروبية والعواصم العربية كما يقال أن هناك خمس تلاف داعشي يعالجون في المستشفيات الإسرائيلية من من الإعلام العربي صرح بهذه القضية؟ وعلى أي أساس؟ يعالج أنصار داعش في الكيان الإسرائيلي إسرائيل نفسها لم تنكر دكتور وكانت بعض الصور لقادة إسرائيليين زاروا بعض المصابين في مستشفيات إسرائيلية شمال إسرائيل من داعش من من الإعلام العربي صلت على هذه الأضواء؟ من من الإعلام العربي صلت على الفساد الموجود في إسرائيل؟ نحن اليوم رغم ضعفنا إلا أننا أقوياء وأسجل للجمهور الفلسطيني كنتيجة المصالحة قادمة قادمة لا محالة مسألة وقت وربما لن تتجاوز 2016 المصالحة الوطنية لن تتجاوز المعيار الدولي اختلف عام عن السابق أنا أؤكد أن المصالحة تعود لربطنا فلسطينيا بالمعيار الدولي مرة أخرى طبعا لا يمكن الإنحلال نحن ضمن موقع جغرافي متفجر على مستوى الخليج وعلى مستوى دول الشام وعلى مستوى ليبيا ومصر والمنطقة العربية حبلة بالتفجيرات لذلك نحن جزء من الحالة العربية فعودتنا إلى الوحدة الوطنية عودتنا إلى القرار المستقل يقودنا إلى الضغط على دول العالم من جديد بإحقاق حقوق الشعب الفلسطيني أنا برأيي إذا تم ما صرح به سيد الرئيس على وقف كل المبادرات وإلغاء كل المبادرات كما صرح في المجلس الوطني كما صرح في المجلس المركزي مرارا وتكرارا والانفضاد من التنسيق الأمني أنا أعتقد نحن ننتظر الآن ردود ننتظر الآن ردود من الحكومة الإسرائيلية ماذا أنتم فاعلون بكل القضايا المطروحة على إعادة أو إحقاق الحقوق الشعب الفلسطيني تتحدث عن حكومة متطرفة دكتور ترفض كل حتى التقارير المرفوعة إليها من المؤسسة العسكرية بقطورة الموقف وأن الانفجار سيكون في واجه إسرائيل سواء من غزة أو من الضفة الغربية بسبب وضع اقتصادي سيء وهذه الحكومة تدير الظهر لكل هذه التوصيات ما المتوقع من مثل هذه الحكومة فيما تتحدث عنه من إجراءات من المنتظر أو من المتوقع أن تقدم عليها السورة ردت علينا الحكومة الإسرائيلية بشكل آخر ردت بتوسيع أو محاولة لتوسيع القيادة الإسرائيلية والحكومة الإسرائيلية وعمل وحدة وطنية مع باقي أحزاب المعارضة لاحظ المفارقات نحن منقسمون وهم على الحد الأدنى خلال عام لنتنياهو الوضع في الحكومة الإسرائيلية مستقر إلا أنه يحاول عمل وحدة وطنية ونحن نعاند ونكابر وما زلنا مكانك قف لا نحرك ساكن في موضوع الوحدة الوطنية وأنا هنا وجه للحكماء والعقلاء لقادة هذه التنظيمات أن الشعب لن ينتظر طويلا على هذه الإشكاليات الحكومة الإسرائيلية متطرفة جدا وندرك ذلك ونؤكد أن هذه الحكومة هي الوجه القبيح لما تمارسه الحكومات والحقير الحقيقي والحقيقي والحقير لما يدور في الشارع الإسرائيلي عندما يقوم الجندي بقتل لن تمر حيا للشاب يقول له لن تمر حيا وثقتها الكاميرا فما بالنا بآلاف حالات القتل وليس في المرحلة الحالية نحن انتفاضات متواصلة وليس انتفاضة واحدة من مئة عام حتى نحاول الوصول إلى إحقاق حقوقنا وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران مبدئيا نعم السيد الرئيس أبو مازن في اللقاء مع الصحفية الإسرائيلية يعيل ديان قال يجب على إسرائيل أن توقف اجتياح المناطق ألف والمدن الفلسطينية حتى تتوقف على المواجهة وعمليات الطاعن وقال أريد أمل واعتراف بحل الدولتين وفي ذات الوقت حذر من انهيار السلطان برأيك هذه التصريحات كيف يمكن أن نقرأها؟ الأمر واضح جدا يقول السيد الرئيس باختصار شديد حقق السلام سأنسحب من اللحظة وأبعد من الساحة من اللحظة ولن أرشح نفسي من جديد أو على وضاف أو على نتنياهو يتفضل باستلام السلطة الفلسطينية وتبعات ذلك أضاف ذلك إلى نفس المذيعة والمراسلة لذلك قضية إحقاق الحقوق والاعتراف بدولتين على حدود الرابع من حزيران هو غاية يرجوها السيد الرئيس ويتمنها السيد الرئيس حتى يقف كل أعمال الانتفاضة نحن نقاتل من أجل ماذا؟ كل القضية الأرض وحكومة نتنياهو ما زالت تقضم بالأرض نحن نفاوض من أجل السلام وإقاوة دولتين دولة إلى جانب دولة وإسرائيل تحاول قضم الأرض لذلك كيف يسكت هذا الجيل؟ هذا الجيل انتفض وقام لكن للأسف هو سبق قياداته كل القيادات لا يدعي أحد أن هناك من يدير هذه الانتفاضة أو يعمل على تغذية هذه الانتفاضة الشباب أدركوا عندما وجدوا اللا أمل وجود اللا أمل أمام الشباب يعمل المستحيل لذلك لا يمكن قوة في الأرض أن توقف شخص يحمل سكينه ومن أجل أن يقاتل أو يدافع من أجل أرضه وعرضه فلذلك مهم جدا ما طرح السيد الرئيس أن ينفل لكن للأسف كما تفضلت حكومة إسرائيلية وجه حقيقي للاحتلال لا تريد إنهاء الاحتلال لا تريد إقامة دولة فلسطينية لا تريد غير اليهود ويهودية الدولة والفكر الصهيوني المتطرف ما زال هو المسيطر على إسرائيل قيادة وشعبا اسمح لي أن أشكرك الدكتور هاني أبو زيد الكاتب والمحلل السياسي على مشاركتنا في بانوراما السعال أشكرا شكرا أعزائي المشاهدين ما زلنا متواصلنا في البانوراما فاصل ثم نتابع